وفي لقاء خاص مع تلفزيون المصري أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودا على تواصل جهود الدولة لتحويل السيارات بشرم الشيخ للسيارات صديقة للبيئة بشكل كامل وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لمؤتمر المناخ بنشتغل في تحويل مدينة الشرم الشيخ تحويل السيارات الأجرة والسياحة والملاكي والحكومة إلى سيارات صديقة للبيئة إزاي؟ أنا وقعت براتيكون مع سيدة وزير البترول في الحقيقة وزارة البترول دعماني بخمسة مليون جنيه كل 8000 جنيه العربية عايزة أقول إحنا عندنا حوالي 700-700 وشوية هنحولهم لغاز مجانا يعني السائق لن يدفع مليهم الدولة تتحمل أو وزارة البترول خمسة مليون جنيه وهي دلوقتي أنا عايزة أقول إن إحنا بدأنا بعد العيد يعني إحنا في الثلاثة أسوبيع دلوقتي عايزة أقولك إن 97% من حجم السيارات المطلوبة اللي هي 750 سيارة تم تأملهم وأنا كنت في جولة من شوية في هذه المحطات غاز تيك وكارجاز في الحقيقة أيضا وأنا مع السادة دولي البترول وحنا بواقع البرتوكول بيغير لي ثلاثة محطات لغاز وكهرباء وكذا تم تحويل عدد 97% من سيارات تبقى البرتوكول المواقع من سيارات الشركات السياحة سيارات تاكسي قطاع عام الديوان العام والمحليات بالإضافة أنه هو هيتم إضافة 8 محطات قبل شهر 11 اللي جاء لمدينة شارم الشيخ مدينة صديقة للبيئة المبادرة أصلا بتاع شارم الشيخ تركيب الغاز مجانا وهنا ما بيأخروش في أي حاجة في أي حاجة في العطار أي عطار بيحصل في العربية بنيجي فيه اهتمام بالصيانة وفيه اهتمام بكل حاجة أنا غيرت بدلت غاز من ثلاثة يام فاتوا في المبادرة والصراحة الغاز اقتصادي جداً وبيدونا ضمان والصراحة أنا حاس بفارع عن البنزيم يعني بصراحة